تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بتخصيص نصف يوم عمل للنشاط الرياضي وتنظيم أنشطة حركية ودعوة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس العلال الشباب ورياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بالتفاعل الإيجابي مع اليوم الرياضي وتنظيم حزمة من البرامج المتنوعة نظمت وزارة شؤون الشباب والرياضة برنامجاً حافلاً بهذه المناسبة والذي شهد مشاركةً واسعة ومتميزة من مسؤولي ومنتسبي الوزارة بحضور السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة والوكلاء المساعدين ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة وقيمت حزمة من الأنشطة الرياضية والحركية للموظفين كتنظيم سداسيات الكرة الطائرة وكرة القدب بالإضافة إلى برامج رياضية متنوعة وذلك في مركز شباب مدينة حمد النموذجي أما برنامج الموظفات الذي قيم في مركز المحرق الشبابي النموذجي فقد تضم برامج ماراثون المشي والعاب وأنشطة رياضية ومسابقات تنافسية بالإضافة إلى الألعاب الفرنية والرياضات التراثية ترجمة نانسي قنقر